النهاردة كمان كان فيه حاجة ايجابية جميلة جدا جدا في تنس الطاولة نجمينة المصري عمر عصر قدر يفوز النهاردة على لعب كازاخستان 4-2 مباراة تفرقت عليها كانت مباراة غريبة جدا الشوتين الشوت الاول والتاني عمر اتغلب الشوت الاول والتاني قلت انا بقى اولا باتفرج انا كل ما اتفرج على ماتش يعني يحصل حاجة فمهم ايه ما شاء الله عمر عصر استجمع قواء وقدر يكسب اربع اشوات متتالية قدر يكسب يعني بعد ما اتغلب الشوتين في الاول قدر يكسب اربع اشوات متتالية وانتهت المباراة اربعة اتنين لصالح عمر عصر المباراة دي كانت في دور الستاشر مع بطل كازاخستان وعمر يعني تقلق عمل جيم انا اتفرجت طبعا على المباراة كلها لكن الشوت التالت والرابع والخامس والسالس اللي عمر كسبهم مستوى عالمي مستوى عالمي خلي بالكم عمر عصر البطولة اللي فاتت برضو كان نوصل لدور التمانية واخد المركز الخامس في الاولمبياد بتاع التوكي احنا دلوقتي وصلنا هو مع عمر عصر في فردي الرجال الى دور التمانية نقص لنا مباراة مباراة واحدة ونلعب على المداليات نوصل قبل نهائي عمر عصر نقص له مواجهة دور التمانية لو كسبها ان شاء الله بإذن الله نلعب على مدالية هنوصل يبقى عمر عصر وصل للتوب فور احسن اربع لعبين على مستوى العالم دور قبل نهاء الأولمبياد يا ربنا يا وفاء وان شاء الله حنحاول نعرف عمر حيلعب مين المباراة القادمة والمعاد امتى بتاع المباراة نهاردة عمر تقلق وقدر يفوز على بطل كازاخستان اربعة اتنين ببارك لعمر عصر وببارك للتحاد تنس الطاولة على صعود عمر لدور التمانية وانا دايما على مدار السنين اللي فاته اقول لكم دايما عندي أمل في عمر عصر اقول لكم عمر عصر لعيب كبير وعندي أمل كان هنا جودة وفي دينا مشرف لكن مفيش مشكلة الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل برضو دينا لعبة المصنفة الثالثة على العالم كان موضوع صعب هنا جودة الصغيرة في السن خبرتها قليلة رغم ان تخسرت من واحدة متأخرة عنها في التصنيف العالمي لكن هي لسه صغيرة ويعني خبرتها قليلة ممكن ضغط العصبي لأولمبياد برضو مش سهل يا جماعة اه ماتش صعب ده مصنف كام من بطل السويت اه يعني مصنف كام بطل السويت 16 عمر عصر كام 17 اعتقد صعب اه طيب ده ماتش ده امتى ازو ملاقي في الاعداد اه عمر عصر حيواجه بطل السويت اسمه تورليس ده بطل السويت ده كسب المصنف الاول على العالم اللي هو بطل السين اسمه تشين جي كاو تشين جي اللي هو بطل العالم اه او المصنف رقم واحد بطل السويت ده اللي هو تورليس ده كسب بطل العالم وحيلاعب عمر عصر ماتش صعب جدا بطل السويت تورليس في مواجهة عمر عصر في دور التمانية بكرة ان شاء الله الساعة 10 بالليل بكرة عمر عصر الساعة 10 بالليل مباراة دور التمانية مع اللاعب السويدي تورليس اللي كان كسب بطل العالم او المصنف رقم واحد اللي هو بطل السين فماتش صعب جدا لكن عندنا ثقة كبيرة جدا 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 في عمر عصر انا اتفرجت بقى النهاردة على الماتش وحيط تتفرج وتبعت لأ عمر ما شاء الله عليه حاجة رائعة مش عايزين نحسده انتصار مهم النهاردة لتنس التاولى المصري فاردي الرجال عمر عصر بيوصل لدور التمانية في الأولمبياد المباراة القادمة صعبة لكن ان شاء الله عمر يقدر بإذن الله بإذن الله بثقته كده في نفسه بمهارته بمستوى المميز اللي احنا شفناه النهاردة وعلى مدار البطولة يقدر ان شاء الله يعدي ويوصل للدور قبل النهائي لبطولة التنس التاولى فاردي رجال في أولمبياد باريس عشرين اربعة عشرين دي منافسة